تازنت باش نرجع الاموال هذي وترجع ان شاء الله لان لو كنا عارفين الحجم الحقيقي نقول لك نرجع منها 60 إلى 70 إلى 8% ولا 100% ما نشعار فيه الحجم الحقيقي ولكن الشي اللي ظاهر الممتلكات العمارات في الخارج هذه 100% في الداخل وانا كذلك في ما يقارب 20 مليار دولار يعني ما يساوي 20 مليار دولار هذه رجعناها أرقام رهيبة لا يمكن ذكرها باللسان ترجمتها حجم الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج فحسب الإحصائيات الأخيرة للعمليات التي نفذتها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع السلطات القضائية تراوحت ما بين 25 و 27 مليار دولار رقم أكد مجددا النية الحقيقية للجزائر في التصدي للفساد وهذا ما لوحظ من كل الدول الأوروبية أن الجزائر تتوجه نحو مكافحة الفساد دعما وتطبيقا لاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد لأنها جريمة عابرة للحدود وتتعامل بطريقة متبادلة وهي تجيب الجزائر في كل الإنابات التي تتوجه إلى الحصول على ذلك الأموال حقيقة لإجراءات سرية في الطريق السوي وهذا ما جاء على لسان وزير العدل السيد طبي حافظ الأخدام إبداء الدول الأوروبية استعدادها لتعاون مع الجزائر من أجل استرداد الأموال جعل عملية ضبط وتعاقب الأموال واكتشاف مخابئ إداعها تتم بنجاح فزيادة معدل هذه الأخيرة أعجز المراقبين في معرفة حجم البضائع المحجوزة في استرداد الأموال المنهوبة وقفوا على باللي فيه نية وإرادة صادقة لمحاربة الفساد على ذلك اللي ولا فيه يتعاملوا معنا بكل ما يتعاملوش معنا بكل صراحة ما يتعاملوش معنا يتعاملوا معنا وبإيجابية وبشيء يعني فاقة توقعات تانا وهذا ما حدث في أرض الواقع حقيقة لقصنا مسنا ذلك من خلال دولة الجزائرية قامت بتنفيذ الأحكام النهائية لا يمكن لها تنفيذ أحكام ابتدائية وإنما كل طرق الطعن وهذا ما أظن جاء على ليسان رئيس الجمهورية أنه استوفت كل طرق الطعن العادية والغير عادية وتوجهوا للحجوز من عقارات وأموال ومنقولات لكن الإشكال المطروحة في الداخل أنه يوجد ما يعرف بالسيولة وانظن أنه حتى السلطات الجزائرية تتوجه إلى تفتيش البيوت للبحث عن السيولة ويوجد إرادة قوية للحصول على هذه الأموال التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال الحملة الانتخابية في استرداد الأموال المنهوبة تجسدت على أرض الواقع ولعل التقارير الأخيرة أثبتت المساعي الجدية للجزائر في المضي قدما لمحاربة الفساد